مشاهدين بعد الكشف عما يحدث في قاعدة سدية تيمان العسكرية في النقب حق المعتقلين من قطاع غزة قدمت منظمات حقوقية إسرائيلية طلبات للمحكمة العليا تدعو لتوضيح ما يجري فيها المحكمة العليا وبعد موافقتها على طلب المنظمات الحقوقية أمرت بالكشف عن ظروف الاعتقال في المنشأة وكشفت المحامي روني فالي من جمعية حقوق المواطن أن الظروف في سدية تيمان غير إنسانية ولا تتوافق مع المعايير الدنيا وفق قانون احتجاز المعتقلين مشيرة إلى أنه لا يمكن استخدامها كمركز اعتقال ولو للحظة واحدة مضيفة أن عملية الاحتجاز فيها قد ترقى إلى جريمة حرب يذكر أن القاعدة أنشأت بعد وقت قصير من بدء الحرب على قطاع غزة بهدف احتجاز عناصر حماس قبل نقلهم إلى السجون ووفق الجيش الإسرائيلي يجري تحقيق جنائي مع جنود متورطين بالتسبب في وفاة 48 فلسطينيا معظمهم أسرى اعتقلوا في قطاع غزة منهم 36 معتقلا في معسكر سدية تيمان قبل نحو أسبوعين هنا أبلغت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا توجهها إلى إغلاق معتقل سدية تيمان نهاية الشهر على أن يتم نقل جميع المعتقلين في المنشأة إلى سجون أخرى في إسرائيل أو إعادتهم إلى القطاع ويأتي هذا القرار رغم معارضة وزير الأمن القومي إتمار بنكفير المسؤول عن خدمة السجون لإغلاق المعتقل ترجمة نانسي قنقر